اشتركوا في القناة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببالغ الاعتزاز والتقدير تلقينا خبر فوز ابناء أبنائنا من منتخب الشباب لكرة السلة بكأس بطولة مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة وإننا إذ نهني أسموكم بهذا الإنجاز الذي يضاف لما حققته السلة البحرينية من تقدم وتطور إبان رئاستكم للاتحاد البحريني لكرة السلة لن نعرب عن الاعتزاز بالأداء البطولي المشرف والروح الرياضية العالية التي تميز بها منتخبنا الوطني لكرة السلة طوال البطولة ويسرنا في هذا المقام أن نؤكد لكم إسناد الحكومة لكل جهد يهدف إلى الارتقاء بلعبة كرة السلة البحرينية وتعزيز مكانة البحرين كقائد لمنصات التجويد الخليجية والآسيوية بإذن الله في هذه اللعبة وكما أن طموح سموكم لتطوير هذه اللعبة ورفع اسم بلدكم خفاقا في مختلف المحافل الرياضية غير محدود الأفق فإن دعمنا لكم لأداء هذه المهمة الوطنية كبر ومتواصل وننتهز هذه المناسبة لنعبر لكم عن اعتزازنا بدوركم المشهود في تطوير وتنمية المواهب الرياضية الشابة في لعبة كرة سلة والاهتمام بها لتكون قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية معربين عن فخرنا البالغ بما حققته سلة البحرينية من إنجاز خليجي وما قام به أفراد المنتخب وجهازيه الفني والإداري من جهود مشكورة لرفع اسم مملكة البحرين خفاقا في هذا التجمع الرياضي الخليجي ونيابة عننا أبلغوا جميع أفراد منتخب الشباب لكرة سلة وجهازيه الفني والإداري تحياتنا وتقديرنا وتمنياتنا لكم ولهم بالمزيد من التوفيق والنجاح والله نسأل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن ورفع اسمه خفاقا في مختلف المحافل خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء شكرا شكرا